خلس الكلام كله خلس الكلام كله كل اللي احنا عايزينه ان ربنا يكرمنا ان الجهاز الفني يحط خطة وطريقة لعبة محترمة ان اللي عابين يلعبوا برجولة وحماسوا يقدوا أذائهم ان الجماهير تهتف طول التسعين دقيقة كل واحد يعمل دوره كل واحد يعمل اللي يعرفه كل واحد يعمل اللي يمليه عليه ضميره بإخلاص شديد وان شاء الله ربنا هيكرمنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا بيت متفائل كل ما الايام بتعدي وكل ما الساعات بتجري بتفائل أكتر بحس انه لا ما احنا المنتخب اللي كسب إيطاليا احنا المنتخب اللي كسب كوديفور احنا المنتخب اللي كسب ناجيري احنا المنتخب اللي كسب الكاميرون احنا المنتخب اللي كسب بطولات عديدة ومع منتخبات كبيرة وعظيمة الجماهير دي ان شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله يوم الجمعة وتفرح وتفرحنا تفرحنا بتشجعها وحمسها وإن شاء الله منتخبنا في أرض الملعب يفرحهم ويفرحنا ويفرح الشعب المصري كله متفائل متفائل وربنا يا رب يكرمنا مش عايز أقول لكم حجم التفاؤل وبرضو حجم التوتر مش قادر أستنى مش قادر عايز الساعة تمر بسرعة ويجي يوم الجمعة وبعد يوم التلات ونخلص من القصة دي ونقول بعدها بيومين تلاتة إحنا في مجموعتنا مين في كاس العالم يا سلام يا سلام على الحلم الحلو يا سلام على الحلم الحلو أنا واثق إن شاء الله في الراجل ده في الراجل ده أنا واثق فيه لو هم عندهم منتخب قوي إحنا عندنا مدير فني قوي لعبين رائعين الراجل ده كلوس كيروش مدرب كبير ورائع أكيد أحسن من أليو سي سي سيفي سيفي الراجل ده أكيد أحسن من أليو سي سي لمدير الفني للمنتخب السنغالي مقتنع بدماغه مقتنع بزكاؤه مقتنع بخطته اللي ان شاء الله توصلنا لكاس العالم اصلا هي لعبة الموديل الفني الشاطر ما تفكرش في امكانيات اللي قدامك فكر في امكانياتك انت الرائعة امكانياتك المميزة ايوة صلاح عظيم طبعا مرموش رائع تريسجي عظيم مصطفى محمد كبير عمر السلية وحمد فتح وانني مش هيخله حد يعد الخط الدفاع الرائع اللي فيه عمر كمال عبد الواحد والونش وعبد المنع المفتوح ووراهم كلهم سد منيع رائع واسكن فيه سواء كان محمد الشناو او محمد ابو جبل كل واحد في منتخم مصر ادانا الامارة وادانا الدليل في كاسي الامم الافريقية اللي فاتت انه يقدر يشيل المسئولية ومايفرقش معاه اي مطش صعب اي منافق صعب اي لعب رائع اي اسم كبير مايفرقش معانا الاسماء مش احنا اللي يفرق معانا الاسماء لعب نياما اسماء كبيرة لعب نياما اسماء عظيمة وقدانا نتفوق عليهم بقلبنا قبل رجلنا بقلبنا قبل رجلنا بحماسنا وروحنا قبل الرجلنا اه هم كمان اكيد هيبقى عندهم حماس وروح اي وهم اكيد هيبقى عندهم مهارات عظيمة بس احنا دايما سلاحنا اللي بنتميز بيه عن الكل لو هم عندهم مهارات ازية شوية او امكانيات اكبر شوية فاحنا عندنا روحنا وحماسنا اكبر شوية نقدر نقدر جدا خلوا عندكم ثقة ما تخافوش ما تقلقوش السنغال مش منتخب مرعب اه منتخب قوي جدا بس مش مرعب يعني نقدر نهزمه احنا في كاس الامم الافريقية اخر مباراة المباراة النهائية بعد ما لعبنا ثلاث مباريات وقت اضافي باللعب المنتخب السنغالي وهو اقوى منتخب في البطولة وماقدرش يسجل فينا لحد ما وصلنا لضربات الترجيح وكنا ممكن احنا لنحسم المباراة في الوقت الاضافي لو تفتكروا فرستين مروان اللي كانوا في الاخر لو للتوفيق فاحنا نقدر اه نقدر نصك في فريقنا نصك في فريقنا نصك في لعبتنا نصك في لعبتنا كارلوس كيروش مع منتخب مصر لعب 18 مباراة 18 مباراة للرجل ده مع منتخب مصر فاز في 12 اتعادل في 2 وخسر في 4 وسجل 24 هدف واستقبل 8 اهداف ارقام جيدة ارقام جيدة وان شاء الله ربنا يكرمنا معاه ويكون هو اللي بيوصلنا لكاس العالم للمرة التانية على التويل ان شاء الله نوصل لكاس العالم يا بصوا انا جاي شارككم احلامي وافراحي ليه زي احلامكم بالزبط نوصل لكاس العالم مرتين متاليتين طبعا ان شاء الله باذن الله باذن الله في لعبين كده انا عارف ان هم هيدونا مش اللعبين بعينهم يعني كل اللعبين ان شاء الله 200% من مستوى يعني لو حضرتك شايف ان فنان ده لو ادينا 100% مش هيجاري الخصمة او المنافسة اللي قدامك لا اتأكد انه هيديك 200% مش هيديك مستوى بس اوعى تشك في اي لحظة انه في اي لاعب في منتخب مصر مش هيقدي ضعف مستوى كلهم رائعين كلهم كبار كلهم مميزين نفضي دماغنا بقى شوية نقعد ندعم الكم ساعة اللي جايين دول نساند حلو قوي ان انت حضرتك تخش دلوقتي تكتب بوست على الفيسبوك وتقول لا انا بصك في لعيب منتخب مصر بصك في الجهاز الفني وهنبقى موجودين في كاس العالم اكتب اسماء لعيب منتخب مصر كلهم وقولهم انتو لعيبة عظيمة هيشوفوا الكلام ده وانا اقول لكم قبل كده اوعى تفتكر ان كلامك مش هيوصل هيوصل بلاش بقى الجو اللي هو بتاع ايه لا يا عم انا بقولك ايه انا انسان وقاعي وانا بتاع الواقعية لو هنتكلم كورة لا فالمنتخب السنغالي هيكسب ونبدأ بقى ايه نحلل ونصفصط ونبدع يا سيدي يا سيدي ما انا عندي الدليل اجيب لك من سنة كام واوريك ان احنا مهما كنا منلاعب منتخبات كبيرة وعندهم عناصر الرائعة كنا منكسب وكنا منعمل عليهم مباريات كبيرة كنت تتصدق انك تكسب كنت ديبور في وقت من الوقت اربعة الجزائر اربعة كنت تتصدق انك تكسب الكاميرو بصموا لقتوا بالنتائج ديت كنت تتصدق كان بيجي في دماغ بننزل وبنلعب كورة حلوة وبنكسب كمان فان شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله